سبق المباراة بين روسيا والسعودية حفل افتتاح النسخة الحادية العشرين من كأس العالم وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً انطلاق البطولة على ملعب لوجنيك في العاصمة الروسية انطلق الحفل الافتتاحي لكأس العالم وذلك أمام نحو ثمانين ألف متفرج لأسيما من المشجعين الروس والسعوديين الذين تواجدوا لمساندة منتخب بلادهم في المباراة الافتتاحية العرس الكروي الذي ينتظره العالم كل أربع سنوات شهد عرضاً افتتاحياً مختضباً لنحو نصف ساعة شارك فيه الأسطورات البرازيلي رونالدو وأحياه المغن البريطاني روبي وليامز ورافقته السوبرانو الروسي أيدا جاري فولينا وقدم فقرة غنائية مشتركة بعنوان ملائكة إلى جانب التميمة زبيفاك الحفل الذي تخللته بعض اللوحات المعبرة عن الثقافة الروسية رفعت فيه أسماء وأعلام الدول الاثنين والثلاثين الذي تشارك منتخباتها في المونديال كما حملت سبيلة كأس العالم وملكة جمال روسيا السابقة فيكتوريا لوبيريفا كرة البطولة الرسمية إلى أرض الملعب وهي نفس الكرة التي عادت من رحلتها الفضائية بعدما أرسلت إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضاء روسية افتتاح البطولة رسميا جاء بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اطلاق النسخة الحادية والعشرين لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها بلاده حتى الخامس عشر من تموز يوليو المقبل هذا الحدث الرياضي الكبير للمرة الأولى يُعقد في روسيا ونحن سعداء للغاية بذلك ونحن استعددنا بكل مسؤولية لكي نستضيف هذا الحدث وهذه الفعالية الكبيرة والضخمة أما رئيس الاتحاد الدولي لكلة القدم جاني إنفانتينو فحي المشجعين بأكثر من لغة أهلا وسهلا إلى كاس العالم في روسيا حفل أعطى إشارة افتتاح البطولة على ملعب يعد من الأبرز في روسيا ومن المقرر أن يستضيف المباراة النهائية الضم اشتركوا في القناة